طبعا الدكتور أشرف صبحي ودير الرياضة عمل امبارح اجتماعات مع ثلاثة وزارات في حوارات طبعا كل الوقت الاجتماعات كلها بالكونفرنس على طول بيبحثوا عودة الرياضيين من الخارج عندنا مجموعة الرياضيين بيتأهلوا أولمبيا في الخارج الولمبياة رسميا تأجلت خلاص من صيف 2020 لصيف 2021 خلاص وبالتالي ما بقاش هناك مبرر لاستمرارهم في الخارج كمان الانشطة الرياضية في الخارج كلها متوقف يعني لو عندك واحد مثلا بتاع سلاح مثلا مثلا يعني بيتضرب فيه مثلا مقر اللجنة الولمبياة في أمريكا مثلا ما فيش خلاص كله توقف كله واقف وبالتالي لا مبرر من التواجد في الخارج وزي ما كانت اعلانة شركة مصر ترانها تنظم مجموعة رحلات لمجموعة من الدول اللي فيها تجمعات للمصريين بإذن الله ان شاء الله وسيبحثوا الأمر في عودة الرياضيين ده الكلام اللي موجود قدامي طبعا وهذا هو البيان اللي صدر عن وزارة الرياضة بقوله لكم كده بسرعة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتضمنة تعليق حركة الطيران الدولي وفي إطار متابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتوجدين بالخارج والذي تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران قام أشرف صبحي وزير الشباب بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية المصرية وزارة الطيران المدني بالإضافة التنسيق الجاري مع ياسر إدريس عضو اللجنة الأممبية المصرية لتحديد كشوف بأسماء اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بالعديد من البطولات والمعسكرات الخارجية أكد أشرف صبحي أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم ووفقاً لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن ده فيما يتعلق بالرياضيين اللي كانوا في معسكرات خارجية استعداداً طبعاً لكانت أولمبياد توكيو 20-20 اشتركوا في القناة